وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الدخول في هذا العنوان وهو سؤال وجهه الله تعالى للناس وهو جزء من آية من كتاب الله تعالى من سورة النمل قبل الدخول في هذا الأمر وفي هذا السؤال وأمر العقيدة والتوحيد أريد أن أنبه أو أن أعلق على أمرين الأمر الأول أن هذه الفترة التي نعيشها والتي يعيشها هؤلاء الإخوة وهم شباب أن العبد يسأل عنها يوم القيامة الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتكلم عن هذه الفترة وعن غيرها لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع قال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو ماذا عمل فيه لا تزول قدما العبد أو لا تزول قدما عبد يوم القيامة أي عن ربه عز وجل حتى يسأل عن أربع أو عن أربع عن أربع صفات وعن أربع والعدد مذكر المعدود مؤنث أو عن أربع عن أربعة أشياء وعن أربعة أمور عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه هل أبلاه في خير أم أنه أبلاه في شر وعن علم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو ماذا عمل فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام الحاكم في مستدركه وذكره الألباني رحمه الله في صيح الجامع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك فإذا الفترة فيها ابتلا فترة الشباب وفي المقابل الذي يستقيم في هذه الفترة فإنه ينال الفضل العظيم وينال الثواب الجزيل من الله تعالى لذلك جاء في البخاري ومسلم عن أبي وريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وفي رواية البخاري الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحباف لا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضد عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فإذا الفترة دي مضي يا عزيزي دا تنبيه ودي فايدة الفايدة الثانية أنني لاحظت عند الدخول أن الكثير من الشباب لا يدرون لماذا يعيشون ولا يدرون كيف يقضون أوقاتهم وأن أكثرهم في تعب وفي ألم وهذا لاحظته عن طريق النظر إلى حال الكثيرين وأنا داخل رأيت الكثيرين من هؤلاء الشباب يمشون ويأتون وبعضهم تجدهم تجد الواحد منهم يجلس مع فلان وتجد البنت مع فلان إلى آخر أنت جاي داخل بلاقنك سبعتاشر بيت وثلاثة أولاد بعد شوية بتمش طبعا كون البنات كنا في الدنيا والأولاد دي ما حاجة يعني بذمون عليها لكن الذي يذم أن يتبع هؤلاء الزين التي يرونها وأن يتبع هؤلاء الزين التي يرونها لأنه الله بتلاك أنت ما تفتكر كونه تشوف بنات مدبرجات وبنات جميلات وبنات مزينات أول بيت تشوف جزء من الشباب عاملين كيف ولابسين كيف وهم في فترة بتاعت امتحان امتحان أخرى ويخلي بتاعت الدنيا أنت ما تفتكر الأمر ده مرسا ده امتحان قال الله تعالى في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه يا الله جعلتها زينة وده سؤال نريد منه الفائدة وقد أجابنا الله في القرآن فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ده امتحان ما تخسر زايا ولا تزقط في الامتحان قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا ده ما ابتلا من الله تعالوا أن تشوف لك منظر هل بيطيع الله سبحانه وتعالى تطيع الله وتمتثل أمره وتغض الطرف كما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية إت هل بتمتثل أمر الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك آناء الليل ومن أطراف النهار فسبح لا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك آناء الليل ومن أطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه دمتحان كون تجمار تلقى ولده تلقى بيجاي طبعا الجماعة في ناس لافين عنده نغراض في ناس لندخلوا ما ذارين الجراية واحد براه بخشة السوق بيشتغل لكن عنده أغراض معينة خاشي يا إما دار شهادة عشان بعدين قدام أهل وقدام الناس يقولوا زولة مدعلم وقرأ جامعة يا إما كمان دار يقضي الفترة دي في الله وفي المحاصي إجيه تلقى والكتب ما بعين ليا الدراسة كذي من ناحية الدنياوية الدراسة ما شغال بيا المحاضرات ما بتهموا كثير لكن داري شوف له بيت ها سلام عليكم عليكم السلام اتي اسمك منو واسي زمن دزات ما ذار مقدمات بيجوا براهم بتلموا بتلموا خاشيين القاعة سوا افتحوا الشارع دي بتتلفت خلاص دا موضوع موضوع بعدين الصباح اليوم التاني بجي كيف كويسة الحمد لله تمام والليل الجو مسخن مسخن وانت شوفت سخانة اصبر شوية والتاسي لاف في برا بعد تخش في الشبر ده بتعارف حاجة لاف في ساة تخش في البنات انا ابوي دكتور وانا ابوي في مرك برا البلد وماشي استقبلوا في المطار وابو بكم بتعمل لاف في بيع في طماطب وكشر لي وبيقاميص وبنطلون دا من جيها ودا من جيها قميصة حمر وبنطلون ظهري لا من الهلال والمريخ سوا ما عارف القاش ذا الحكم واللجنو المهم لغبة كله البيت ساعة ونصف تصح من الصبح كلفة الصلاة سريع تاني بتمسك في المراية ما تعرف الحاصد شنو الاقلام شغالة في وشة زي المنشات شي قدام وش وراء شي فوق وش تحت بلاوي في نهاية بيجوا تلموا سوا تلقاهم قاعدين تحت الشجر زي ودبرك وبدع شوشة تلقاهم لابدين قلت لي شنو قلت لي كيف يا ذو الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولك يا مولانا معقول الجامعة دي أربع سنوات نعيش كذي تعيش كذي أقرأ خش القاعة وأبقى مارك خلاص دك أنجوزنا لك إنك يجوز إنك تقراه هنا مع اللخبة دي والصح إنه ما بجوز وده صحيح من أقوال العلماء وما أنا مطمئن له تماما المهم أنا ما ذهر شتت لك الكلام لكن أعرف دي ابتلاء ما تتغش بكرة بعد بكرة بتمرق من هنا بتتزوج لكن برلوم مسبت لك أربع بنات يعني إنت بعد تبقى سينير تاني الباب ذاته بيقى في خطر أنت دار تصلي وين أنت والله يا غنة كنت بقرة في جامعة أم درمان أم درمان مش دي البراون دي البراون الأولاد بمرقوا في النجيل بقعدوا زعمطوا في النجيل خلواها زي الزول الراس في وقوب هنا نجيل مقطع وهناك قائمة ما لكون إنتم مع النجيل النجيل بتسبح الله التلافز وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا بعدين واحد من الشباب بيقرأ لي أضيات الزول في سنة أولى قال لي صاحبي مثبت أربعة قال لي قلت لي يعني كيف مثبت يعني كيف يعني يعني عنده صاحبات وأربعة يعني قلت لي دا حالته في سنة أولى وأربعة دا ينغشة تانية بثبت الظلط ذاته الجنب النجيل يا ناس اتقوا الله ربكم يا زول قط الليام دي تفي ابتلاء بعدين مما يجيك الموت قبل الموت تتخرج دامشي تتزوج أو قبل الزواء قبل تتخرج تتزوج بعدين بغلبك الكلام تتزوج بك وبعدين بنات محترمات مهدبات يدوك لين بعدين يزوجون لك بذل الكلام البتدسي كضب ساي في كضب وإلى آخر وبعدين كاتل ضلق عامل فامي سكين ويتهش أقول لك مليون سكين بلاوي كلها اخدعوا في بنات الناس والبيت برضو تنخدع بالولد يغشه أنا بتزوج بعدين وأنا ما دائر ويتفهمتيني وأنا فهمتك اتوه ما فهميني شيء والله الذي لا إلى غيره بعدين الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ده في الكلام في السماع وفي القلب قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأنا ماذا لشتت الكلام ده أدخل في الموضوع لأن الموضوع ده أهم من الكلام ده لكن ما توجع قلبك كثير في لك مناظر ساي توجع قلبك غض بصرك واتق الله ربك وأعلم أن ما عند الله خيره وأبقى دي دنيا زاي لساي خداع كلها في خداع والله زي ما قال الإلبيري رحمه الله قال سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت تأكل منها الدنيا هذه بعد شوية بتأكلك مناظر شايفة بعد شوية بيكبروا بخش خمسين ستين بتقبل منهم كذي تقعد عمرك كله من فتنة لي فتنة من نظر لي نظر من سماع لي سماع شباب موهمين واحد تشغل محاضرة الضايق تشغل القرآن الضايق تشغل حفلة غنية تلقاه دموع سائلة يا ولد ما لك ولك لهي بشوق أنت مشتاقل منه والله يا أخي مشتاقل البعاد طيب فيك القراب دي القراب دي فيك هون لا والله دي ما هو كله كله بعدين بتتورط وأنا نصحتك وماذا رضيع زمني فيين بعدين عرضها السماوات والأرض وفيها ما تشتي الأنفس كما قال تعالى فيها ما تشتي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون طيب هذا العنوان أإله ما جاء هذا السؤال بعد مقدمات بيّن الله تعالى فيها في سورة النمل بيّن فيها مجموعة من الأمور وذكر مجموعة من القصص وختم هذه القصص تكلم عن داود عليه السلام وعن سليمان عليه السلام وذكر قصة هذين النبيين الكريمين وتكلم عن قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ وتكلم بعد ذلك عن قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود ثم تكلم الله تعالى عن نبي الله لوط عليه السلام مع قومه ثم قال بعد ذلك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله لأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص المتم نعمه على خلقه سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة عليك الله الزول ما بيستحي نازع ميانين جنبه زول عميان جنبه إجي مار وهو بشوف بذل عيون املبها كتاب الله سبحانه وتعالى ويملأ عينيه بكتاب الله سبحانه وتعالى وينظر في العلم النافع ويغض طرفه عن الحرام تلقى عين إلى معصية الله سبحانه وتعالى السمع نعم من نعم الله بدل أن يحركها وأن يستعملها في طاعة الله يعص الله بنعمه وقس على ذلك إلى آخره قال قل الحمد لله لا يعبد أحد بحق سواه أرسل الرسل وأنزل الكتب يعص العاصي فيمهله الله تعالى ويتوب عليه توبتين يتوب عليه بأن يرد قلبه إليه ويتوب عليه بأن يتقبل التوبة التي من بها عليه يتقبلها يتقبلها منه سبحانه وتعالى قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اصطفاهم لتبليغ دعوته وقاموا بأحق القيام الله خير أما يشركون الله قال لك أخير تعبدني أنا ولا تعبد غيري وأخير أنا ولا أخير غيري أخير الله ولا أخير غير الله الله خير أما يشركون زي كلام يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الليلة دي مشكلتنا مع كثير من الناس تقول الواحد اتق الله والتقوى اتكيف منك جدا تتكلم في التبرج تتكيف جدا تتكلم في بر الوالدين ما عنده أي مشكلة تتكلم في أي موضوع من مواضيع الدين تتكيف مما تجيب في التوحيد الناس والتتفرتك وده هم موضوع ده الله كان حققت التحقيق الصحيح الله بيغفر لك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام الترمذي في جامع السنن وذكره الألباني رحمه الله في صيح الجامع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله بيغفر ليك يا أخي الله بنزل البركات بسبب الأمر إذا قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الأخلاق الفاضلة بتجب التوحيد الله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ليه ذكر الجاهلية مما يجي الشرك تاني بيجي أي شيء الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك ليه أنا أتذكر مع المعصية للشرك لأن المشرك ما براقب الله المشرك ما بخط أنه الله الآن مطلع عليه وأنه السميع الذي يقع في المعصية لا يستحضر هذه الأمور وأن المشرك الذي يقع فيها لا يعرف الله سبحانه وتعالى لشان كذي وقع في المعصية فلذلك أي بلية وراء الشرك والمعاصي وأي خير وراء التوحيد والطاعات قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آه الله خير أم ما يشركون الجواب الله بعد ذاك الله سبحانه وتعالى ذكر لك بعض الصفات التي تبين أنه يستحق العبادة وأنه الكامل سبحانه وتعالى في ذاته وأوصافه وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى قال أمن خلق السماوات والأرض من الخلق السماوات والأرض الله تعالى الصوفية بقولوا لا الصوفية في بعض كتب هم ما بصرحوا لك ما بقول لك لا لا الله ما خلق السماوات والأرض لكن بتلقى في كتب كلام عجيب جدا في الموضوع ده في كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة الكتاب ده للختمية صفحة مية وتزعة لهمية احداشر قال صفحة مية وتزعة قال من كرامات العيدروس اسمه عبدالله العيدروس من كراماته أنه دخل اليمن دخل عدن عدن في اليمن فقال يا سماء أمطري لبن فإني في عدن فأمطرت لبن دخل عدن قال لا يا سماء أمطري لبن أو أمطري لبن فإني في عدن يا أمطري لبن قال لا السماء جيبي لبن كر السماء جابت لبن قال فأمطرت لبن ما شبع الصفحتين قال أنا عرشها والكرسي وده مناسبة الكلام أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو للحياء من ربي نار الجحيم أطفيها أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها وقال الله في القرآن أأنتم أشد خلقا أم السماء شنو بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها هنا رأي الجحيم دي يوم القيامة لما نجيبها الناس ما بتقدر تقف على الركب عليك رعية بتقع على الركب قال تعالى وترى كل أمة جاثية جاثية يعني ابتقع على الركب أزول من الخوف ما بيقدر كيف الله قال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع موضوع خطير كلا إذا دكت الأرض دكا 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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتنك أن قدمت لشيل بعد الموت يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وموضوع خطير ده مش قدام أمش لقدام شوف باقي الآيات شوف الكلام الفياء أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا البنزل المطر منه يا ناس مش الله سبحانه وتعالى ودي عقيدة ما فيه شك قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ناس يقول لك دي الطفرة البكاية ودي الطفرة شنو ما بعرف يا زون ما فيه طفرة طفرة بتاع شنو هو بنيان طفرة وما طفرة ولا لبسه طي المطر ده بنزل الله براه وما في حاجة يسمى بكاية مطرة كتير وما بعرف شنو كذي مطرة قليل ما في كلام زيدا مطر ده الناس بعد تيأس عديل قولوا ما فيه والموسم ده ما في مطر بعد شوية بعد أيام فر ولا بعد الشهر ذاته المطر تنزي البنزل منه الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال تعالى وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إتوا نزلتوا المطر ولا نزلوا الله ده المش مطر ده قالك بنزل لبن عديل ترى السحابة دي شايفينها بعد شوية بتبقى موية لبن ده فوق في باغات متلجة بتاعة لبن وده لبن بدرة لاقى موية في الطريق ولا لبن عديل وهي تماشي في الطريق يوم من الأيام لقيت لك جمادة في رقبتك نطت مطر بتاعة لبن والله تبقى صوفي تصدق مطر بتاعة لبن وكتاحة بتاعة كاكاو زاده والله ما صوفي ما بصدق أي شي أنا أسيب أجب لك بلاوي هنا ترى العجب العجاب كذا أصبر لي شوية لكن أنمش في الآيات دي لأنها مهمة والآن كلام الله فيه بركة قال أن من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة شوف عليك الله الله ده عظيم كيف مطر تنزل موية واحدة لون واحد طعام واحد تنزل في الوطى تمرق وردة بنفسجية وردة حمراء وشجرة خدراء والله قال لك يسقى بما إن واحد مفروض لونه يكون واحد بمقاييس البشر لكن دي تمرق حمراء دي كبولها فانت ولا مرقة حمراء كيف مرقة الله كذي بس دي تمرق صفراء دي ما نفسجية دي سماوية دي كيف دي كيف ولك عباد الشمس الشمس ذات عبد لله ماذا عباد شمس كان سميناه ساي قل زهرة شمس قل ساي لأنه بتفتح مع الشمس وبتقفل كذي ما بجوز تسميه بالإسم ده دي لقول لهم عبيد لله تعالى وإن كانوا لا يعقلون عندنا نحن لكن هم يسبحون الله سبحانه وتعالى طيب قال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما بتقدروا شكاية الله قال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون تحرث الأرض وتشقها وتخد في الشق بزر البزر اللي بتخدتها دي تكفيلها بتراب وتمشي تنوم التنايم بالليل هنا في شغل في الواطة دي تحت الشغل دا جاي من فوق قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون قال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله في إله مع الله يا ناس ما فقال بل هم قوم يعدلون يعدلون لها تفسيران من ضمن التفسير التفسير الأول يعدلون أي من العدول وهو الميل يعدلون يعدلون عن الحق إلى الباطل يعدلون من الحق إلى الباطل وعن الحق إلى الباطل زول عينه للحق يعدل عنه إلى الباطل التفسير الثاني يعدلون يسوون غير الله بالله وإن كان في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى قلك الله بإعلم الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وشيخنا برضو بإعلم الغيب شيخنا بإعلم الغيب شاكري المرى لما الدهب بتاعه يروح ما بتمشي تفتح بلاغ ولا تفتش زي الناس ولا تقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ما بتقول كذي طوالي تجر الشيخ آي عندي دهبات رايحة آها راحا متين ويتم ما عارف راحا متين تعارف وين راحا متين تما تعارفها والله راحا لين يومين لين يومين آي بجيب بعد شوية دخلت للبياض وده سواد يسأل عنه العبد يوم القيامة المال لا تخدت البياض تبقى ما يرقع يا زول ده ما بعرفين قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وعشان ما تقول أصنام الآيات دي في أصنام الله قال قل لا يعلم من ومن في اللغة العربية تطلق على العاقل يخاطب بها العاقل من دي ليلة يخاطب بها العاقل ما قال ما في السماوات وما في الأرض تقول ما لغير العاقل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ده كتاب اسم ديوان رياض الجنة ونور الدجنة ألف الرجل ده هذه صورته عشان ما يقول لك حرفته ده اسمه عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي ألف الكتاب مات والشاعر قال كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيرا ستجزى بمثله إن عملت شرا علي حسابها ده في الكتاب ده قال صفحة ماتين سبعة وتزعين في الطبعة دي دار ومكتبة الهلال بيروت ماتين سبعة وتزعين بمدح في الأولية قال قوماك نزاور من ماتين ستة وتزعين لماتين سبعة وتزعين قال قوماك نزاور الأولية الأقطاب ليهم نشاور ركازة المسكين يا صاح زاور للصالحين بيشوق في الأمر شاور أسكن قريب أسكن قريب منهم بالمر جاور نعمل يحب القوم نعمل مجاور لحد ما قال في الصفحة البعدة منهم مساهر منهم ينوم يصحى ذاكي قلب طاهر منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر الشيخ يعلم الغيب الأولية منهم قال منهم خفية الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر شاما يجوك الجماعة بتاعين ألف أبه قولك في تفصيل وفي غيب مطلق وفي غيب مقيد يا زول دا قال لك مش المطلق والمغيد والعام والنسبي لا قال منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وبتاع الختمية في كتاب النور البراق قال صفحة مية خمسة وعشرين قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمال كله بالتفصيل وبالإجمال أنا أحط به تاني شنو دا الكتابة التالية دا كتابة طبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان أنا بتكلم لك عن إنهم يسوون غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو في أشياء من خصائص الله سبحانه وتعالى دا منا علم الغيب هنا كتابة طبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان دا إنذنا في السودان السودان تتخارج منه سريع والله نا كل يوم نايمين خايفين تنزل فينا حاجة من فوق بلد كلها بلاوي إلا ما رحم الله وإلا من رحم الله بلاوي تقيلة تمرق الشارع تجيب 16 جرار بتاع معاصي تخد جوالبيت الانفك واحد نايم جنبك مشغل هنا كرر تتكلم معاي سوي لك محاضرتين ونص كلها فارغة ساي وغير ينبذك ويسي إليك وياريتو لو بيقف على النبى الساي تمرق تمشي الجامع دار تتكلم في الدين يليم فيك عمك كبير عجوز يا زول يا ولد ما في كلام هنا يا حاج ده منزلك منزل فلان ابن فلان ولا ده بيت الله لكن احنا كلجنة قررنا انتو كلجنة قررتو تلجن المسجد عشان أبقى معاكم واضح جدا اللجان دي بتقاهي لحد ده الدنيا لجنة يا أخ تلقى المسجد جنبه بتاع تيريلا حنطور تيريلا بتاع حمار بتاع التيريلا ده تلقى بيخدم الجامع يجي ينظف الشجر وتلقاه يشيل المكشاشة يقوش زول تمام ما بدخلوا في اللجنة لانه بتاع تيريلا ده كيجي ببرادو يبرد قلوبه انشد اتا رئيس اللجنة ده رئيس اللجنة بياتو حق يا أخ رئيس اللجنة تلقاه أربع وكات ما بيجي ويجي وقت واحد والوقت اللي بيجي يسوي لك مشاكل عندو هواس أنا الرئيس تفضل صلي بينه لا لا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله حديث شريف ما بيوتين ثلاثة هتا أقرأهم لا أقف وراء وأقف وراء تقف تتكلم إن بحولك ده عمك الكبير ديل زاته لو وديتن بيت زول وزير طبعا نحن نتكلم بالعهم دي ما فيه خروج ما عام وديتو بيت وزير عام يعني وزير عام إذا ما فيه يساعة عشان تقول خروج ولا مناصر ولا فيها مناصر حداته بعدين في بيت الوزير تلقل بتساعة يساكد يا حاج إتا زول طاقتك مفتولة ولك هاي نبزني كويس ما بسعلك بعد نمرك من بيت سيادته دي بيت سيادته دا لأنه بنحترمه وماذا رين نسوي زعاج في بيته أيوة بيت الوزير ما بتسوي فيه زعاج ألاسك كويس طيب يا حاج طلع ورقة أكتب ممنوع الحديث في بيت الوزير لا لي هاي زول يقوم يسوقون يودون محل خطيرة أيوة طيب بيت الله كيف بيت الله ساوي فيه زعاج ليه ما تخلي شكلتك معاي برا ليه تسوي الإزعاج في بيت الله والله يقول في القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه انت بيت بناته ليه الله والله البناته ليهه قال أذن الله تاني ساوي لك لجنة ليه سوي اللجنة دي الصلح المراوح كان فيه مرتبات تجمعة للإمام والغفير إذا بده الإمام كذي والغفير والجماعة التانين ما في شي تاني لجنة دي لو في مشكلة تحاول تعالجة لكن قصة إنه لجنة ساوي ورقة بلاه طويلة جدا أنا ماذا رشتت لك الكلام لكن عارف إنه ديل أولئي الناس يصدون الناس عن دين الله يتعال في كتابة طبقات دا للفقيه العالم محمد ضيف الله لا فقيه لا عالم فقيه بيكتب كلام زي دا ما فائدة فقيه للفقيه العالم محمد ضيف الله ابن محمد الجعل الفضلي ضيب المولود بحلفاية الملوك سنة 1139 هجرية والمتوفى بها سنة 1224 هجرية إلى آخره بلد دي أنا قلت لك تمرك تمشي محل كويسا ما كمان تمرك وتمشي هناك واحدين لابدين في أمريكا تعالوا راجعين ما بجوز تقعد هناك حرام إلا لي ضرورة واحد تلقى في تركيا لا في تركيا دي خليع تلقاه لا في في الصين يا زولي تلافي في الصين انت موبايل البلوففك هناك شنو تعال راجع سريع واحد بجاية تلقاه في الدنمارك تعال راجع وقول معانا الكسرة دي ويشتغل دعوة في التوحيد في ناس بيموت هذول الحقيقة المنحرفة في التلافيلي هناك من الصباح جود مورنين ما في مورنين وليشي في مورنين في البلد دي اشتغل في البلد دي جود مورنين بتاع شنو طيب قال صفحة مية وستاشر قال قال الشيخ ادريس قال الشيخ ادريس ودي الطبعة دي سنة 2012 يعني قبل اربع سنوات قال قال الشيخ ادريس درجات الاولياء على ثلاثة اقسام كبرى ووسطى وصغرى فالصغرى اصغر اولياء وده اهم موضوع تعرفه التوحيد والعقيدة الصيحة والشرك البنشرون نازل عشان تحزرهم طيب قال فالصغرى اصغر درجة في الاولياء اصغر اولياء قال ان يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات اصغروا ليبطيروا انت ماشي في الشارع الولي في زحمة في الاستوب اوك فرر بطير بيغادي لا داير ركشة لا امجاد ولا ايشي ولا موتر ذول ماشي بفوق طيب ويمشوا على وجه الماء انت تعبان بالكبرى وداك راكب ليو بانطون وسفينة دا بيجي ماشي ساي في الموايا طاق 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 ماشي طيب وينطقوا بالمغيبات الحاجة الغايبة ومن علم الغيب ينطقوا بها طيب قالوا الوسطى والوسطى ان يعطيه الله الدرجة الكونية اذا قال للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي دفع الله ولده بقول لشيء كن فيكون والله والله انا متكيف منك جدا الزل لما انشرك في الموايا لانه كلام ما بتقبل والله قال لشيء كن فيكون يا دول الله قال في القرآن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دا منه يا ناس دا الله سبحانه وتعالى انا ما قلت لك بل هم قوم يعدلون الله قال كذب بل هم قوم يعدلون وقال قال دا مقام وهذا مقام دفع الله ولدي لسه دا ولده يا دول دفع الله ولدي طيب والكبرى هي درجة القطبانية هي درجة القطبانية وقال الشيخ بلل اسمه بلل انا كنت قاعدة قراءة شلل لكن اسص اللحظة وقال الشيخ بلل بلل الشيب ولد الطالب ما له بلل الشيب ولد الطالب دا قال شنو قال اسم ابوه دفع الله هو اسم الله الاعظم يا ناس دا كلام ارضي الله سبحانه وتعالى اسم ابوه دفع الله هو اسم الله الاعظم هو اسم الله الاعظم قال الله تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ دَيْلِي الله جزاون شنو جزاون أمشي أقرأ القرآن تاني قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قال وكان إذا كتب حجابا حجاب ما حجاب بتاعه حجاب النغاب ده تمام محترم جدا وعلى مدخير ونسأل الله يثبت النساء التي يرتدينه ويوفق التي لا يرتدينه إلى أن يلبسنه طيب قال لك أنا ما عليش بمرك شوية وبجراجع الناس بتناغش واجب مستحب واجب أديل والله قال الله تعالى وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وقال تعالى وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ الجيب فتحة الرأس كما في الآية وقال النبي عليه الصلاة والسلام وذا حديث صحيح أو حديث في مسندي الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبل الرجال غطينا الوجوه قال لما الرجال يجوا في الطواف نحن من غطي الوجوه فإذا ذهبوا فتحنا عن الوجوه قالت نفتح عن الوجوه إلى آخرين طيب نعثيمين عنده كتاب اسم الحجاب ذكر 14 استدلال هنا أغش الناس اللي بيقولوا بأنه مستحب ساي ويكفي أنا أديك فائدة واحدة بس خلي الكلام ده كله أديك فائدة واحدة والحديث ده قد يكون صحيح قد يكون ضعيف خليه فإذا ذكرها ابن عثيمين رحمه الله قال قال أي الفتن أعظم في المرأة قال معلوم أن الوجه وده كلامه بالنص أو قريب من النص قال معلوم أن الفتن التي تكون في الوجوه من أعظم الفتن وإذا قيل امرأة جميلة فإن الذهن لا يتبادر إلا إلى الوجوه قال لك المرض جميلة تقول جميلة يعني شنو أصبع جميل ولا جميل ده شنو يعني جميلة ده الوجه وده موضع الفتنة هو كأن هذا المنحرف هؤلاء المنحرفون من الفنانين ومن غيره كلهم خالب كلامهم في الوجه 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 وإلى عيون بلاوي أنا ماذا نفصل فيها والمقام لا يتسع لكن في النهاية أرجع مرة أخرى وكان إذا كتب حجابا ده المكسود به هو التميمة حجاب التميمة عديل والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد من علق تميمة فقد أشرك لحديث صحيح في السلسلة الصحيحة وفي مسند الإمام أحمد عن عقب بن عامر رضي الله عنه وزي ما قال ابن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي رحمه الله وغيرهما من أئمة السلف قالوا التمائم لا تجوز وإن كانت من القرآن ما بتجوز وقرآن نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ما لبسوا حجبات الواحد تمسكت يقول له الحجاب حرام يقول لك يا مولانا ده من القرآن من القرآن من القرآن ذات الرسول قال من علق تميمة فقد أشرك تميمة نكر وفي سياق الشرط من علق تميمة فقد أشرك والنكر في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم أي تميمة أي تميمة تعلق حجاب تميمة الطفل تعلق له كمون من العين تميمة تشتري عربية جديدة تطبح خروف تاخد يدك في الدم وتدقه في القزاز شان خايف ومن العين تميمة شرك بالله تعالى تشتري حافلة تربط فيها شعر وراء شعر تلقى الحافلة الرابطين فيها شعر فوق تميمة تشتري عربية براده ولا غيره تربط فيها جزمة بتاع الطفل تحت عشان خايف من العين ولقى عشان يعينه للجزمة دي ما يعينه للعربية فلاذا عربية دي تسوي لها غتية غتية سوي لها جزمة بتاع الطفل صغيرة كذي واحد رابط مكشاشة وراء قال دي بتقش العوارد قال العوارد ده ورق قال بتقش العوارد قال وواحد تلقى بيت وساوي فيه قرون انت البيت ده ده بيت ولا بقرة ساوي لها قرون موصائب تقيلة كلها تمام نازي بتعتقد في اي شي والله في البلد دي إلا أي شاء ربي شيء وإلا من رحم الله يا هالسفينجة كان مقلوبة يقول لك صلحة صلحة ليه خايف منها يقول لك تقوم تقلب علينا هذا المصنع ذاته بتاع لاركو بتاع السفينجات ذاته كان انقلب ما بتجيوش ما بتجينا شي نحن طيب قال وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه كتب فيه جميعه هي مجرورة لأنها بدل مجرورة قبل بفيه طيب كتب فيه جميعه في الحجاب دفع الله قال وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله الحجاب كله بكتب فيه دفع الله دفع الله دفع الله تقول شيء دفع الله دفع الله وده الحجاب وإنت تلبس وتقول ده من القرآن هو كان من القرآن مبجوز قرآن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ما قال عشان تجنو قرآن دا تهتدبه تقرأه تستفيد منه تدبره تلقى الأجر والثواب عند الله وفيه العداية طيب في الكتاب دا زاته بل هم قوم يعدلون كتاب الطبقات تجد الصوفية يعدلون غير الله الله بالله في مسألة الظرية إنه الله بيدي الجنة الشيخ ذاته بيدي الجنة كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي كباشي بيدي الطفل الله قال في القرآن نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون كذا انت يا صوفي براك فكر أفرأيتم ما تمنون الناس اللي بيقولوا الآيات دي بتخاطب الناس اللي بيعبدوا الأصنام أفرأيتم ما تمنون تمنون دي للأصنام ولا للبشر دي للبشر يا زول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يجي هنا دي في كتابة الطبقات في ترجمة عووضة في حرف العين واحد اسمه عووضة قال عوضنا الله نحن طيب عووضة دا عنده عن قريب عجيب جدا عن قريب والله يذاكر فيك كرامة أنا قريت على أسي بضحك طيب أسي أنا بقرأ لك وبعلق لك عليها لازم أعلق عووضة صاحب الجصة قال في حرف العين طيب صفحة 164 عووضة ابن عمر قال عووضة ابن عمر شكال القارح دا شكال القارح عووضة ابن عمر شكال القارح أخذ الطريق على الشيخ موسى فريد حوار الشيخ حسن ولد حسونة دا ابن جيك لياسي برضو في صفة من صفات الله يعدلون غير الله بالله فيها ما هذا يفتكر الكلام دا ما نقوله ساي الكلام دا ما لازم نربط القرآن دا ما لكل زمان ولكل شنو ما كان القرآن دا في أي مكان من الأمكنة وأعني بالأمكنة عموم الأمكنة يعني البلدان وإلى خل والبيوت وكل زمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن دا ما تحصل في زمن معين آيات نزلت في الكفار يا مولانا إنت مؤمن آي الآيات ديك نزلت في الصحابة إنت تدخلك فيها ولك أنا ما عملت نفس صفات نفس صفات المؤمنين زمان ديلك صحابة ما بتلحقون لكن يقول لك نفس صفات بالعموم أيواء طيب إن عملت نفس صفات المشركين ما بتبقى مشرك كيف أنت عندك عندك ترخيص أنك تعمل الشرك زي ما دائر أنت عندك عهد من الله سبحانه وتعالى أنك ما بتقع في الشرك أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر عندك براءت وقال مولانا السوداني كيف تقول مشرك سوداني عديل يا مولانا تقول مشرك كيف يا ظل أبو لهب دا سعودي عديل لا بإغامة لا غيره سعودي عديل مشرك كبير تبت يدها أبي لابي وتب طيب عوض دا قال كان في ضنقلة رجل غني في ضنقلة مرق لك في الشمارية وعنده امرأة عاقر صارت من القواعد المرة دي صارت شنو من القواعد دي يعني كبيرة ولا صغيرة كبيرة من القواعد عديل دا عنده عن قريب زي الشاحن بتاع الموبايل ترقد فيه بتمرك بيجانا طوال والله شاحن بس شاحن خارجي ما في أي وصلة ما عليش يا ناس ما عليش أنا سأوش رماء كلام كات بنو طيب قال وعنده امرأة عاقر صارت من القواعد طيب قال فاذا جاءها شهر الحيض في كلام نحن هنا نفصله نذكر سايد تفاهمنه فاذا جاءها شهر الحيض تلطخ ثوبها بدم دجاجة ما كبرتي طيب قالت لزوجها المرأة الكبيرة قالت لزوجها توجه بنا للشيخ عووض يعطينا نسلا يعطينا نسلا نسلا يعني شنو ولد يعني أولاد يعني تعني أولادا هو بيكتب بالداري مرات أسا أنا بجيب لك كلام كاتب بالداري إن شاء الله تعالى قال قالت قالت لزوجها توجه بنا للشيخ عووض يعطينا نسلا وعندها قدح ملأته فطير فطير قمح وحماما ودجاجا عندها قدح جابت شنو فطير بتاع قمح تقول ليه نحن بتعين باسطة في لبن يا مجرم وإنت بتاع فطير عديل أخير الفطير ولا الباسطة دي بتقهم وقول ساي في الفطير أرأتو كان أكل ساي قولك أبديقن تعباسطة تزعلان مني وأيام الداخلية ما تكتب تعال باسطة تعال بأمانك دي بيني وبينك أكتر شيء بيأكله معاك أبديقن ولا أبو برمودة والله قال ليه خليه ساي قلت ليه خليك واضح معايا عشان في مشكلة للنازي بتكلم قال ليه والله أبو برمودة بيجو كتار إنتو بيجو هناك النفرين ثلاثة ونحن نفرين ثلاثة بنأكل كان أكلنا باسطة ذاته اتزعلان من الباسطة حتى قال مشكلتنا معاك باسطة الله قال يا أيها الرسل وكله من الطيبات قال لك وكل قرض تأكل في القرض لما تنقرض بعدين من تلاقي الدام طيب ده جابت ليه قال ملأته فطير قمح وحماما ودجاجا جابته للي اتنين حمام ودجاج وكل ساي طيب وحملته خادمها أو وحملته خادمها ده الأول مفعول والثاني فاعل فلما وصلت إليه كلمته المرشايل الفطير والحاجات والحمام والدجاج مشت وصلت وصلت الشيخ فكلمته فلما وصلت إليه كلمته قالت لها قال لها تعطيني فرختك وأسورتك وحجولك قالت له خير قالت الديني الفرخة بتاعتك والأسورة بتاعتك بتاعت الزينة والحجول قالت له خير قالت لها خير بس الجنة همش الجنة فقال لها أدخلا وارقدا فوق عن قريبي مكتوبة كذي قال لا إتي وزوجك أدخلا وارقدا فوق عن قريبي قال ويأكل في فطير القمح والدجاج والحمام بيأكل فين ثلاثة براه قال بيأكلين تخش تقول لنا قرط ده السيقرط في قرط هيا واحد هنا طيب قال فأنكر عليه بقلبه رجل حاضر المجلس انتبه للألفاظ دي كويس يا ناس وللكلمات دي قال فأنكر عليه بقلبه في زول قاعد أنكر بشنو بقلبه قال الزول اللي يقول له خش جوا هو يأكل في الحاجات دي بقلبه يعني ده عرفة كيف ده عرفة في قلبه عرفة كيف طيب فأنكر عليه بقلبه رجل حاضر المجلس فقال الحضري أكل الرغيف يتعدى على حدود الله يأكل في الرغيف ويتعدى على حدود الله ويقول مفروض أن تتكلم بالداري يتم داري ويتكلم بالعربية يتم العربية الجملة يعني لقلبه كذي لقلبه مرة جملة كذي ومرة جملة كذي أديتكم ولدا أديتكم ولدا ثم أديتكم بنتا تمسك البيت ظريف كمان قال لهم خلاص أديتكم بنت تمسك البيت طيب وقال عووض إن قال للعود اليابس ألد ما يلد والراكوب الجالس تحتها مركها عود نخل ففي وقته اخضر وأثمر الشيخ دا الجم دا قال عووض دا قال العود اليابس ألد ما يلد يقول لي دا قال بعد شوية تحت عود بتاع نخل قال طوالي اخضر وأثمر طيب إلى آخر كلامه فذلك بد الجنة وغير من الكرامات ومن خوارق العادات طيب هؤلاء الناس يعدلون غير الله بالله في مسألة الدعاء الواحد عتر ينادي الله وينادي غير الله ومراتي نادي غير الله براهم هو لو ناديت الله وناديت بعد غير الله إنت أشركت بالله تعالى لأن الله تعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أحد نكر في سياق النهي تفيد العموم بعدين قال بعد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا قل إنما أدعو ربي إنما أذات حصر قل إنما أدعو ربي براه بس ولا أشرك به أحدا والتانية خبرية تفيد ولا هنا نافية وأحدا التانية برضو نكرة تفيد العموم جاب لك بالكل بالنفي وبالنهي الأولى ناهية وأن المساجد الله فلا تدعو مع الله أحد والتانية بعد بآيات قال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد ودي لالخبر وقبل يقول أمر بدخل ده خبر يتضمن النهي كلام واضح جدا طيب هنا البرة يقول لك في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة صفحة 119 يقول شنو قل لك نادي الشيخ والشيخ مات شبع موت برا قال مات برا وقال مات في بعض الطبعات وينها صفحة 119 قال إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل كان جاءت مصيبة في البلد تنادي منه تنادي إسماعيل نازج جريد تدار الجليدة الفاشلة التي لا موضوع لها أساسي إلا الأخبار المتناقلة المتناقلة أو المتناقلة المهم قالوا في شيخ اسمه رضا شيخ رضا ده سوه مع لقاء ليسو معه لقاء قالوا أنه اليوم ده قبلية بيوم واليومين في واحد اسمه بزيد أبزيد أبزيد ده مات وسوه ليه قبة زمان بعدين قالوا بزيد ده في ناس بالليل هجموا على القبة وبدوا يحفروا في القبر لما أصبحت الوطا الله صبح الوطا بعدين الناس الناس الهربوا فجابوا لقاء مع الشيخ رضا من مشايخ الصوفية شيخ رضا قال نحن بعد دوم نسكت قال لي ناس جريت الدار نحن بعد دوم نسكت ليه يا شيخ رضا ما بتسكت قال لأن الناس ديال اعتدوا عليه قبر الشيخ بزيد وقبل اعتدوا عليه قبر وقبة الشيخ إدريس الحرقو هديك وقال ضبحوا الخفير هو الغفير يعني بإداريتنا قال ضبحوا الخفير أو الغفير غفير إسماعيل الولي إسماعيل للبرعي قال لك كان جات مصيبة ناديو والغفير بتاعه الشيخ رضا بتاع الصوفية من شيخ الصوفية قال لي كان الغفير ذاته ضبحوه الشيخ قال أنت كان جات مصيبة ناديو غفير الحارس للقبة ضبحوه ما قدر يحميو يحميك إتا في آخر الدنيا هناك جنب القبة جنب حل الشبكة ذاته محل الكهرباء ما قدر يحمي إتا هنا لا عندكم مية قائمة لا شبكة عاجة لا إرسال لا غير يحميك إتا إنت كذي فكر براك فكر بسيط هو شيخ مات شنو ساول ليه أوضة والتمانين عزاب الله الفساين الوضة اللي ساولنا للميت ليه أوضة بتنفعه ما بتنفعه وعشان ما تقول كلام كنته ويبدقن ويفلان ويا وهابية يعني ما وهابية أزول ندعو على الكتاب والسنة وما تابعين لأي حزب ولا لأي طائفة ونبرأ أو أبرأ إلى الله تعالى من كل حزبية ما بي حزبية تبقى مسلم مستقيم تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام ما بي شي تاني ولا تبقى تابع لأي زول نحن ذات من أين نتكلم لك عائل كلامنا في أدلة موافق الحق شيلوا ما موافق الحق ردوا علينا ولا تخشف الله لو متلاهم ولا تضغشع النازل الشيخ مات ابنه لقبة أوضع الأوضع يسوليها باب الباب يسوليه ترباس الترباس يسوليه وشنو طبلة وتلقاوا الباب مطبول ودهك مزكين إنادي في الشيخ هو الشيخ كان حي جوه إلا يجي يفتحوا المفتاح لأنه مطبول باشنو بي طبلة بعده تخلي الباب مكفول انت الشيخ دو كي تصلوا بمروك خلي الباب مكفول وقل لك عشان ما يجو ناس يعتدوا عليهم طيب هو خايف عليه ويت من الناس يسوي للناس شنو شنو شابك نينفخ ويسويك هو التخايف على مننا نحن ونحن ما قاعدين نجي نخش جوه انتخايف على مننا تجد خوفنا بيو نحن يازول عندنا قرآن والله من خاف من أيش على وتي الأرض قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك الصوف يقول بينفع ولا يضرك صوف يقول شيخي بضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الشيء الصوفي افعل قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لا شيخ لا حجاب لا كمون لا ورق لا ودع ما في الله بس خلق الكون هو بصرف في الكون هو ربنا العظيم سبحانه وتعالى الذي نتوجه إليه جل فيه قال الناب خطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل إسماعيل مات الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال عن الذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون طيب قال بل هم قوم يعدلون ثم قال الله تعالى أم من جعل الأرض قرارا أثبت الأرض منه مش الله سبحانه وتعالى أي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي والله قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الله سبحانه وتعالى براه أي ديل قال أوتاد الأرض في الجبل الأربعة وتد في الشمال ماسك الشمال كله وتد في الجنوب ماسك الجنوب كله وتد في الشرك ماسك الشرك كله وتد أو وتد في الغرب ماسك الغرب كله طيب لو تدل بنوم أو اللصاحين طوالي بنوم لما ننوم الجهة بتاعتهم بتغرق ولا صاحية الجهة بتاعتهم دي ولا يقول لك ما غايته غايته يتكذبين نصيحة قلي لأنه يا ناس في كتاب اسمه سيراج السالكين الكتاب ده ناس واتبدر صفحة 113-114 في الكتاب ده قال الله ملك الكون للشيخ الطيب البشير هو أحمد طيب البشير هو أول شيخ الطيب البشير هو اسمه أحمد طيب البشير هذا بتاع السمانية قال الله ملك الكون للشيخ الطيب البشير 33 سنة قال ما نقص منه جناح بعوضة 33 سنة الله قال ملك الكون للشيخ من شيوخ السمانية وده الزعيم بتاعه أحمد طيب البشير وكاتبة الشيخ الطيب البشير قال بعد 33 سنة الطيب البشير ده رجع الكون لمنه لأله جناح بعوضة ما نقص قال 33 سنة ما فزول مات ما أقوله يا أخي 33 سنة جندبة ما ماتت الجندبة بتقعد كم يوم هي ولا قبورة ماتت ولا في زلعة فصلة نملة ولا أي شي ولا في حادث حصل ولا ولا أي شي مستشفيات راقدين ما ماتوا انت بتصدق كلام زي ده ياخده الموش وصله ده الوصله ياخد طير ما خلوه الطير في الكتاب ده الطبقات طبقات وضيف الله صفحة 197 أقرأ لك هنا ده اللخبة الكون تقول ليه وعطى أريد براء الكون لخبة قال صفحة 197 من الأولياء بتاعنا الصوفية موسى بن يعقوب الفضلي الوثيقي أبا وأما أو أما وأبا أما وأبا أمه اسمها مرجب ريحانة خليهم يا جماعة خليها طيب قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات للشيخ موسى ده أها من كرامات شنو يا وديه فالله قال منها علمه بمنطق الطير الشيخ بتكلم وبيعلم منطق شنو الرطانة بتاعت الطير بعرفة والخطاب بتاعت الطير ومنطق الطير قال ذات يوم هو جالس والمشاط يمشط رأسه المشاط قاعد يمشط في رأسه والشيخ جالس دارجي بليك جصة عن الطير قال قابلته طيرة ما بيكتب بالدارج قال قابلته طيرة بكوة أو بكوة البيت الكوة كوة البيت كوة بتاعت الوأس زي الشباك دي في طيرة ركت فيها أها ما لك مع الطير البشر ما ريحته والطير ما ريحته طيب فسكسكت فسكسكه طارد ثم جاء الطير أخرى فلما قابلته سكسكت فسكسك لها تاني جاء الطير تاني شنو قابلته سكسكت هزات سكسك لها فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطير إن قالت لك وأنت إن قلت لها المشاط قال ليس ألتك بالله الذي لا إله غيره الطير دي إتقوا التلاشن هي قالت لك شنو إتقوا التلاشن شو المشاط هالصوف إذا الشيخ كان سوا أي شي بأوله له سكسك مع الطير مش مفروض يدي بسطون يقول ليه الشيخ خليه عندك كذا قال ليه الشيخ أسألك سألتك بالله الذي لا إله غيره سألتك بالله الذي لا إله غيره إن قلت لها إن قالت لك وإن قلت لها الطير هي تقوا التلاشن هي قالت لك شنو تقوا التلاشن قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما الطير اللولى امرأة بدعشوشة والطير التانية زوجها والدبرك ما عارفوا بيقرأوا عند ذاتوا قال الشكل اختلفوا شوف عليك الله الزوال ده ظريف كيف تقول بتاعك قفتيريا قال وفقت بينهما قال بدعشوشة يعني ده الكلام كذي قال لا بدعشوشة خليك عاقلة عشان الزرازير الصغار والعشر البنات كنت ودبرك في السيلك كثيرة وكذي هدى عصابك مشى لي ودبرك قال لي ودبرك كل طاقم بتاعك كباب يجيبوا لي ما بدأ يتختلفوا والدك تلوزنوا لي بدعشوشة ودبرك صالح بينات ياخد الناس بيوهموك الكلام ده أنا شرحت لك شرح من عندي لكن واسي وضحوا لك عديل قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما صالح بينات البهايم والطيور ما خلون شاكري جريت الدار جابوا قالوا استضام سيارة بدجاجة عربية جايبين تاكسي عربية زي الأكسان كذي جايبين قال استضام سيارة بدجاجة السيارة تتضرر والدجاجة ما زالت على قيد الحياة جايبين العربية مطفوجة بي جنبه والجداد ما جابوا ما معروف الدك عزم بارد ولا ساقا بيركشة ودى البيض عليم الربون لكن نازل ما خلوا طير هو طير يا ناس بس الصوفية في كتاب النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية وفي الكتاب ده كتاب ده كتاب النصر العلمية لشعراني في ترجمة واحد اسمه عبد الرحيم المغربي عبد الرحيم المغربي جايبين في ترجمته قال قال حكي أن الشيخ كان جالسا مع بعض الناس فنزل شبح من السماء في رواية نزل شيخ من السماء قال ثم صعد فقال الشيخ للحاضرين هذا ملك من ملائكة الله تعالى وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه الملك قال وقع في خطأ فوق جواقع أو جاء نزل قال الشيخ يا الشيخ كذا أشفع عليه عند الله الشيخ قال ليه الله عشان أنا أخلي الملك قال الله خلاه عفى عنه الملك طوال يطلع فوق يا ناس الكلام ده بتصدقوه ده في كتاب النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية وفي الكتاب ده الطبقات الكبرى للشعراني ترجم عبد الرحيم ابن علي المغربي ده الشيخ ذات الشفع للملك ده ما الملك أمش تاني البحر قال محمد الحضري هذا هين هدي جايبين كرامته ده كمان خش للتماسيح جوا صفحة خمسمية خمسة وثلاثين في الجزو التاني صفحة خمسمية خمسة وثلاثين محمد الحضري ده عغريب مرة واحدة لا داك محمد الفرغلي بتاعة التمساح لكن نقرأ لك طالما فتح نقرأ لك دي نمش للفرغلي قال ومنهم الشيخ محمد الحضري رضي الله تعالى عنه المدفون بناحية نيهي بالغربية وضريحه يلوح من البعد من كذا وكذا بلدا طيب قال وكان يتكلم ذكر كلاما الى ان قال وكان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف ما دام صاحيا مرات بصحة ومرات بمرق بر الشبكة الشيخ طيب الى ان قال واخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي او السرسي انه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله الشيخ قال بسم الله فطلع المنبر هاي بحب الدين بتحب هال الدين هاي أليت فيه دمياه الدين وليت معاهم دي المياه هنا هال الدين أهال الدين الزول اللي بيقول لك الله قال الرسول قال صلى الله عليه وسلم والزول اللي بيطبق الكلام اللي بيقوله والزول اللي بيذكرك بالله تعالى مش اربطك بينفسه القادرية الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية صفحة 63-65 يقول اسماعيل ابن محمد سعيد البغداد القادر يقول عن شيخي يقول ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمدلت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم عدد الرمل كم هو رملتي وأعلم علم الله يحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي موج البحر يعرف موجة موجة التيار كذب عرف موجة موجة والتيار كذب عرف لحد ما قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الوراء بحاراً وطوفاناً على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقاً بناره وما برد النيران إلا بدعوتي وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي وكنت معي عقوبة في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي تقول ليحنا قليلين هذا ونشتم الأولياء ونتكلم في الناس إيه تبتتوف في عيوننا بياخ انت قليلين هذا بياخ صوفي دا قال ليك وكنت معي عقوبة في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي قال تفت في عيون النبي كالضاب تبتقر القرآن فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد شنو بصيرا ألقى شنو يا ناس ألقى الثوب هس إذا فيه تفاف وذاك يوسف عليه السلام بكل أدب أدى توب بعدين جابوا للتوب فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد شنو بصيرا انت قال الموضوع هس في تفاف هنا قال لي لذا لحد ما قال وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصا يستمدتي وعصاتي أنا الأصلية قال عصات موسى قال جرها مننا وجرها لي مننا وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصا يستمدتي وكنت مع إدريس لما ارتق العلا وأقعدته الفردوسة أو أسكنته الفردوسة أحسن جنتي وكنت مع أيوب في زمن البلا وما بريأت بلواه إلا بدعوتي وكنت مع إيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي فنها قال لوني تعارفين أنا منو إشان أبقى واضح معاكم أنا الذاكر المذكور أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكلي أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وما قلت هذا القول فخرا بعد دمت فاخر بعد قال الكلام دا كله والنجر دا كله والكضب دا كله قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا شوف التهديد دا خطير كيف ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي مريدي تمسك بي وكن بي واثقا يا خيمة تقول لا أجعل عقيدتك فيها الله والجأ إلى الله واعتمد على الله مريدي تمسك بي وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة إلى أن قال بعدها ببيت قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة يوم الوقيعة بيزبت ليوا يا ناس بيزبت ليوا أنتوا بتكوركوا سايا صوفية تكوركوا لينا هنا ساويني زعاج ودكدقوا ودكوركوا لكن يوم القيامة والله تلبدوا لابدى قال تعالى ويسألونك عن الجبال يا أخي الله يا أخي الله يا أخي الله يا أخي الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربه نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ما في كلام قدام قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تمسك لك فيه شيخ قل لك ويوم قل لك مريدي تمسك به وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة يحميك يوم القيامة الله قال يوم لا تملك نفس شيئا شيئا كده نفس ولا ما نفس نفس لنفس إت نفس ولا ما نفس نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الدكاية وضح من دي ودي واضحة شديد قال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله عشان كذي خلي عقيدتك فيه عشان يرحمك والجأ له براو وتوجه له براو ما دعلك حجاب ولا تعتقد فيه شيخ ولا تمشي لقبة ولا تمشي لتراب ولا تمشي لقبر تعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله تعالى ولا لعوثا ولا تحلف فيه شيخ الشيخ ما عنده شيء الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء تجد قل لي الشيخ الله قال في القرآن قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه خلي حواره يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني يغنيه عن الآخر ما في زول فاضل يزول يوم القيامة من عامة الناس إلا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع شفاعة ولا يشفع إلا بعد الإذن بعد يسجد لله تعالى ويدعو الله بمحامد يفتع عليه بعد ذلك يقال يا محمد قم وسل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بعد ذلك بيشفع وده والوقت ذلك بيكون حي ويته حي وبتلاقيه أو الناس بمشوا له مش زول ميت من عامة السودانيين أو غير السودانيين تلجأ له الحسن من المحن والبدر من الفقر والفي العلفون الأسرع من التلفون ويا أبو العباس من عيون الناس ويا أبو قرون من القرون يا أبو قرون من العيون وما بعرف واحد كاتب في حافلة وراء يبشام وراء وقدام أنا ما عارفه ده بيسأل الله متين ذاته وفي شنو بيسأل الله كلام كله باطل عقائد منحرفة زول تلقاه وتقول ده زول فاهم بعد شوية تلقاه يقول لك إيته عقيدتك في منه والله عقيدتي في الله وإيته عقيدتك في منه أنا عقيدتنا في الشيخة المكاشفي تعرف سموه مكاشفي ليه لأنه بيكشف الشيل في القلب بيكشف الشيل في القلب قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما واضحة واضحة جدا قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك فياناس الناس اجعل عقيدتك في الله صحيحة الصوفية دي الناس دجالين ناس كذابين قال تعالى أم من جعل الأرض قرارة وجعل خلالها أنهارة وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزة والله دي آية تخليك توحي التوحيد من أعظم التوحيد قال واجعل بين البحرين جاب نص كباية كباية لقبتوها كلها هنا في الموية دي وموية تكون ديتا أنا ما بجربة وقعد فيها قبورة تعال حل المشكلة دي بعدين شنو الموية دي كنتبه لي كويس الموية دي مش مويتين مويتين يعني ماءان موية حق تخينة دا وحق تخينة دا صاح ولا ما صاح اتكبن هنا لو جابوني أنا وجابوا كتا وقال لون افرقوا موية دا من موية دا نقدر بعد الموية دي تكبت في كباية واحدة نقدر الله مش مويتين في كباية وجرين بحرين دا به سمكو وبيل حاجات الفيو موية تلاقي موية دي لونه سوداء زرقاء ودي لونه شنو بيضاء النيل الأزرق والنيل شنو الأبيض وفي كبري وتحت الكبري في حاجة يسمى شنو المقرن المقرن موية مع موية اتلاقا وطاقشا تخيل الموية دي تدخش الموية دي وما تخجوا ولا ولا يتلخبتا قال تعالى مرج البحرين يلتقيان يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على شنو على هذا دي في سورة الرحمن وديك في سورة النمل وفي سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين وهو احنا عقيدتنا فيه بس بعدين ان شاء الله يرحمنا بعدين الله يرحمنا جل في علا ان شاء الله لا تقال في الدعاء قال وهو الذي مرج البحرين هذا هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج دطاع ودمالح مسيخ قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا تمشيناك سورة فاطر قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل من كل دي يعني من شنو من الطاعم ومن المسيخ ومن كل تأكلون لحما طرية مبروض الطاعم ده ناكل لحم والمسيخ ده لحم مال مفروض ما يتاكل كم ملح زايد لكن قال لك ومن كل تأكلون لحما طرية عظيم ولا ما عظيم تخلي تمسك لك في صوفي ما قد يفرق مويتين تمسك لك في صوفي بنوم والله يقول عن نفسي لا تأخذه سينة ولا نوم هس أنا بالليل إن جاءنا حرامي أقعد أقول يا أفلون الحقنة هنا ونانادي فيه لكن الله تنادي في أي وقت لا تأخذه سينة ولا نوم سينة نعاس لا بنعس سبحانه وتعالى ولا ينام جل في علاه عظيم يا أخ تلجأ إليه جل في علاه ما تنادي لك زول ومرتك تلقى المرة تنادي في الشيخ والمسكين ده واقف جنبها دي زيدانا بخليها في نسوان طبعا نجيضات موحدات وفي وحدات تراه زيدي تكون تجنبها مزوجة تعتر المرة تقول يا فلان الحقنة فلان ده راجل ولا مرة راجل معناه جنبها ده ما له معناه ده ما ما لعينه ده ما بإلحقة تنادي فيه راجل وانا واقف جنبها دي بديها سبعة طلقات ثلاثة محسوبات والتانيات فاضيات ساي بلاستيق ساي يا ذول بلاوي ساي لكن تلقى موحدة دي تحترمة موحدة دي سوت لك البامية مسيخة وكلها وقل لها صريفة جدا لكن تتعارف الليام دي قالوا الضغط كتير خفف الملح شوية أصمها تحرجة مرة محترمة بتخدم فيك وتحترمة وتحترمة كتحترمة ما ما فيش سوت لك العصير ما فيه سكر ولا نسى تكبة الملح محل السكر أشربه ساي خلها تغفل كشح تحت اللحاف تحت السرير يقولوا والله جزاك الله خير ظريفة جدا لكن تاني كذي كب لي سكر تاني حمر لا بيضب مرات بيتلخبت بس توالي ما تسوي مشاكل موحدة تحترمة لكن تزوج لك زيدي بلاوي طويل أنا ماذا رشتت لك الكلام قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أكثر البشرية ما بتعلم وأكثر البشرية وأكثر أهل الشرك بل جميع أهل الشرك ليس لهم علم ما عندهم علم لو بيقوا أعلم أهل الأرض من ناحية كثرة معلومات وهم لا يعرفون التوحيد دل ما أهل علم أهل العلم الله ذكرهم في القرآن قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والآيذي بتوريك أنه أي موحد عنده علم وهم على درجات وأي مشرك ما عنده علم كان بيقبور في سر قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم قال الله بعد ذلك وأختم بياذي الآيات قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون البجيب المضطر منه يا ناس الله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ثم قال الله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح قبليا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالمواضيع دي كثيرة والكلام يطول وفي لعل بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في كلام كثير في الكتب دي اختصرنا في الكتب دي اختصرنا وفي أشياء فيها تفصيلات فصلنا في بعضها وبقي البعض الكثير لكن الزمن لا يسع من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا